بعد تصريحات متتالية ونداءات استغاثات متكررة لإنقاذ اليمن من مجاعة وشكة نظمت الأمم المتحدة مؤتمر تمويل خطة الإسجابة الإنسانية بمشاركة عدد من الدول الداعمة وممثلي منظمات دولية متخصصة في الإغاثة الإنسانية يحتاج اليمن بحسب وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيا جوترس إلى مساعدات ضخمة لتفادي المجاعة بالإضافة إلى ضمان وصول الإمدادات الإنسانية بطرق آمنة رئيس الحكومة بن دغر وصف الوضع في اليمن بالكارثي وقال خلال كلمته في مؤتمر الاستجابة الإنسانية إن ميليشيا الحوثي نهبت أكثر من مليارين وثلاثمائة مليون دولار من فرع البنك المركزي في صنعاء واستخدمته في حربها ضد المدنيين كانت الأمم المتحدة قد أطلقت خطة الاستجابة الإنسانية لكنها لم تحصل سوى على 15% من قرابة ملياري دولار طالبت بها الأمم المتحدة وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 19 مليون يمني للمساعدات العاجلة ووقوع ما يقارب 7 ملايين يمني على هاوية المجاعة أعلنت الدول المجتمعة في المؤتمر تقديم أكثر من مليار دولار للمساهمة دون وقوع اليمن فيما أسمته فخ المجاعة لكن مراقبين يتساءلون عن مدى إمكانية نجاح الأمم المتحدة في غاثة بلد كليمن أضحى بحسب وصف الأمم ذاتها الأزمة الإنسانية الكبرى في العالم اشتركوا في القناة